يمكن هبدأ بي المباراة مبارح يعني انا مش مهتم بصراحة بألعاب الصلاة وخاصة بقى لما يبقى فيه كرة نسائية يعني فمش مهتم بألعاب الصلاة خالص ولكن لفت نظري مبارح في فوز الاهلي على الزمالك اعتقد كانت مباراة الطائرة النساء في الكاس نهائي الكاس يعني للكرة الطائرة النسائية ولكن لفت نظري حاجتي عاوز اقول ما انا طبعا ما بفهمش في العاب الصلاة انا كرة قدم بس يعني ولكن عاوز اقول لكم ان انا خدت بالي من حاجتي الحاجة الاولى وهي ان انا اتكلم بصراحة وانا ما بخافش من حد وانا اللي بيديني حاجة ياخدها فعشان كده انا هتكلم بصراحة يعني انبارح بعد ما الزمالك خسر البطولة هجوم 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 على ناد الزمالك وعلى مجلس دارة ناد الزمالك معاك حق والسنة دي هي الاسوأ في يعني اقول لك في تاريخ ناد الزمالك هي الاسوأ في تاريخ ناد الزمالك بس انا عندي سؤال يا عم مجلس الادارة ده وعش شو بقى مرتضى منصور ده مش عاجبك مرتضى منصور وعش شو بقى يمشي اعمل اللي انت عاوزه ولكن اسألك سؤال وترد علي قصاد ضميرك وقصاد ربنا ليه لما الزمالك بيكسب بطولة فالعاب السؤالات الزمالك لسه كذبان اعتقد يا دور يا كاس في بطولة الطايرة رجال ليه لما الزمالك بيكسب بطولة لحس ولا خبر مش معاش صوت صوتم بكتم على رأي الله وليه لما الزمالك يخسر بطولة السيوف تطلع ويديب بيديب 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 مش عالف يعني انا النهاردة ممكن اقول مجلس الادارة اخطأ عشان ضيعت بطولة بتاعت الستات ولا بتاعت البنات دي ماشي ولما الزمالك يكسب بطولة اقول برافو نادي الزمال وحي مجلس الادارة انه اخد بطولة يتغلب لا مجلس الادارة لازم يعدل وعنده اخطاء قوي لازم يكون انسان طبيعي انما الزمالك يكسب يخسر هجوم هجوم محتاج رأي حضرتك وانا مش اقول رأي بس محتاج رأي حضرتك على الكلام ده اتفقنا اتفقنا فدي الحاجة الاولى اللي مجنناني الحاجة التانية عاوز اسأل ولا مش اسأل حضرتك انا هقولك اللي حصل امبارح امبارح كان محمود الخطيب كان موجود في المباراة ولكن ما كانش موجود في الصالة يعني ما كانش قاعد ما كانش ظاهر بالبلدي كده وكانت النتيجة راحة جاية هو كان قاعد بعيد بحيث لو انت قاعد في الاستاد او التلفزيون بيزيع تقول انه هو مجاش مش موجود واول ما الفريق كسب ظاهر ظاهر وبدأت بقى اللقطة اللي احنا عارفينها اللي هم يعني بيعملوها كتير وحفزينها وبيتدربوا عليها يدولوا المديليات يلبسها والخلوق والعياط والمناديل هذا لا يحدث الا في النادي الاهلي هذا لا يحدث الا في النادي الاهلي تكبير الله واظبر فعملوا تكبيرات العيد كده ويلبسوا بتاع المداليا بقى وانا عايط ايه الافلام الهندي دي محمود الخطيب كان قاعد برا قبل ما النتيجة تتحسم ودي معلومة قاعد برا واول ما الولاد ولا البنات خادوا البطولة لا اجيبا اوزار واا اا يا حج كامل فى كما يكون في ايه الافلام دي الافلام تهارسة Έت小هر سام 6 كانت خملاب فیلم اتعملت خمسين الف قصه بمسرحياط وافلام اتحاقوا بيهاiestوات الغلاب اللي هم بيسمونه كطيعوا مش من المش البله ستحكوا بيما عليهم لما مش علينا مش علينا فده بس كان مقدمة كده لغاية ما العادد يزيد ونبدأ بقى نعمل لايك وشير وندخل في التقيل وندخل في ضرب النار والتخبيط تخبيط في الحلل طيب تعالوا بينا نخبط في الحلل ايه بقى يا عبد محمد الحلل اللي انت هتخبط فيها بص يا سيدي بص يا ايه يا سيدي هل الوزير المحترم هل الوزير اخطأ في عزل او زوال عضوية مرتادة منصور امبارح لا وحضرتك بقى لازم ترد علي الكلام ده لا هترد علي مش هسيبك كتبلي في التعليقات هل سيدي الوزير اخطأ في تطبيق القانون واخد بالك من القانون وحكم المحكمة انه هو يزيل عضوية مرتادة منصور من مجلس اداري نادي الزمالي ها لا ما اخطأش والراجل نفذ القانون بحزافيره برافو برافو وحيي سيادته على تنفيذ القانون بحزافيره وده حاجة بتسعدني ولكن بيبقى فيه في القانون حاجة اسمها روح القانون يعني ايه يعني ايه روح القانون يعني مثلا يعني بيبقى فيه كده حاجات معينة يعني لو حد مريض لو فيه زروف معينة ده ساعات بيخرجوا حد من السجن يحضر مش عارف جوازة بنته ولا مش عارف ايه يرجعوه تاني مش عارف الكلام ده بيحصل في الحقيقة ولا لا ولكن انا شفته في المسلسلات والافلام ايه اللي خلى الوزير يطلع قرار زواله العضوية مبارح ايه اللي خلى يطلع القرار مبارح انت يا عم عاوز تطبق القانون والقانون بيتطبق عز مالك بس حاضر ماشي حقك ده حكم محكمة لو ما نفستوش تتحبس حلوة اوي احب انا دولة القانون احبها اوي اوي بجد يعني انما ليه مبارح ليه يوم وقفة العيد مش اقولك بقى عشان مرتضى منصور ونفسيته لا 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 خلق انا مليش ضعب مرتضى منصور يعني خلاص انا بتكلم على جمهور الزمالك ايه دي العيدية بتعيد علينا يا سيادة الوزير بتقول لنا كل سنة وانتم طيبين يا جمهور الزمالك يا جمهور ضعيف يا جمهور مالوش قيمة يا جمهور منقسم يا جمهور مالوش لازمة وعشان كده بيحصل فيكو كده ولسه هيحصل فيكو اكتر من كده او الله العظيم وهقولك ايه اللي هيحصل دلوقت وهيحصل فيكو اكتر من كده كل سنة وانتم طيبين هابي عيد هابي عيد كنت نفسي يا سيادة الوزير تطبق القانون لما قلت مرة في حديث مع اعتقد مش عارف مع عمر قديب ولا مع مين الاهلي في مخالفات ولكن انا بنغض الطرف عشان الاهلي وجهتنا وكرمتنا عشان الاهلي وجهتنا وكرمتنا وحضرتك اعترفت ان الاهلي الاهلي به مخالفات وغضيت الطرف كنت نفسي يا سيادة الوزير تبعت لجنة تدعبس كده تشوف ميكي ميكي سوني الوقت اللي بيقف عالكورة كده ده شكله هيمتعنا فعلا علاق الصادق ما بيقولش حاجة غلط احنا تمتعنا مش انت تمتعت بميكي كلنا تمتعنا بميكي ده ايه الوات ميكي ده اللي بيقف عالكورة كده بيقف عالكورة كده يا سيادة الوزير فيه لعيبة اسمه ميكي سوني قاعد في بيتهم بيأكل الكحك والباسكاويت دلوقتي وعمال يسقل بتاعرف الشاي كده اسمه ميكي سوني بياخد فلوس ملايين وهو قاعد في بيته انا متافق مع سعدتك طبق القانون ووعز المرتضة منصور فيش كلام قانون دولة القانون بالتسود طب نطبق بقى القانون زي مع الزمالك كده نطبقه على الاهلي لا ميكي سوني كان في السعودية ونادي ابها السعودي فسخ الاعارة بتاعته وميكي سوني قاعد بياخد عقده من غير ما يلعب ومش مقايد في القائمة بتاعت الاهلي كنت نفسي تشوف بيرسي تاو جيب كام ولعب كام ماتش كنت نفسي تشوف جيرالدو كنت نفسي تشوف كريستو الكريستو بتاع الانا اللي جاي من النجم السحيلي باكتر من مليون دولار كنت نفسي تشوف كريستو سافيو سافيو الوقت سافيو ايه يعني بياخد مليون دولار في السنة يعني وعقده ثلاث سنين واصلا هو جاي بمليون ونص دولار وكان فضله ثلاث شهور ويجي فري يا محمد دي مش مخالفة اهدار مال عام لو كان الاهلي صبر كان وفر مليون ونص دولار لا يا محمد ما تخليش عندك نظريت المؤامرة كنت نفسي يا سيدات الوزير تطبق القانون وتبعت لجنة من الشؤون القانونية تحقق في النادي الاهلي وتشوف الكلام ده صح ولا غلط كنت نفسي معاليك كنت نفسي معاليك واتمنى تكون بتتفرج عليها دلوقتي لان احنا في اجازة واكيد مفيش وزارة كنت نفسي معاليك يعني لما كان محمود الخطيب مش عاوز يلعب ماتش الجونا من كذا سنة ما تروحلوش بيته لان مقام معاليك كبير قوي عندنا مقامك كبير قوي حضرتك تليه تروح له بيته عشان كان تعبان طب ما مرتضى منصور كان تعباه ما فرج عمر بيتعب ما محمد مصلح بيتعب ما ماجد سامي بيتعب ما مش عارف كل رؤساء الاندية بيتعبوا اللي بيعمل عملية ما بتروحش حد ليه قال للنادي الاهلي ليه يا سيادة الوزير كنت نفسي يا سيادة الوزير بما انكم يعني بتتدخلوا في الشأن الرياضي وبتتدخلوا في الاندية وفي الاتحادات كنت نفسي يا سيادة الوزير تحل ازمة الزمالك بعلاقاتك ونفوذك بتاعت القيد اللي الزمالك تزل الزمالك تزل وجمهور النادي الزمالك تزل عشان خاطر يأيد اللعيبة بتاعته كنت اتمنى سيادة الوزير انك تتدخل في ازمة القيد ولكن هذا لم يحدث حضرتك تدخلت امتى لما كان الاهلي في نهاي دوري ابطال افريقيا بعيط ويسرخ ويصيح ويقول لك انا اتظلمت يا خربتك يا اهلي يا قرى ما فهاش راجل فاكر يا سيادة الوزير وحضرتك بعدت لجنة لاتحاد الكورة عشان تشوف الجواب اللي جيه والجواب اللي استخبه والجواب اللي مطلعش شكلت لجنة وما فكرتش تشكل لجنة عشان خاطر معليك تشوف نادي الزمالك اللي لجنة الاستقناف مش عارف ولا التظلمات اقرت ان نادي الزمالك تزلم في موضوع القيد واتحاد الكورة جيه على نادي الزمالك في موضوع القيد كنت نفسي حضرتك تتدخل يا سيادة الوزير وتمارس صلاحياتك كنت نفسي يا سيادة الوزير تعرفنا من عشرين عشرين لعشرين ثلاثة وعشرين اين هي المخالفات التي تم حل مجلس ادارة نادي الزمالك بسببها حتى الان لم تظهر هذه المخالفات واعدت نادي الزمالك في دوامة عدم لاستقرار اكتر من سنة كنت اتمنى معليك زي ما بتطبق القانون يوم الوقفة وبتعيد على جمهور نادي الزمالك بالشكل ده كنت اتمنى تطبق القانون على الاهلي انما انا بقول لحضرتك وانا عارف ان حضرتك سم محترم ومؤدب وقاعد دلوقتي ممكن تكون بتتفرج عليك حضرتك لا تطبق القانون الا على نادي الزمالك فقط وبالادلة وبالادلة وغيره 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 انما ده اللي انا فكره وعشان كده شفت اصوات الفترة اللي فاتت من جماهير نادي الزمالك واعضاء الجامعة الاممية في نادي الزمالك بتطالب مجلس الادارة مش اقول بقى المستشار مرتادة منصور لان خلاص المستشار مرتادة منصور الان ليس رئيسا لنادي الزمالك كنت في اصوات ومطالبات بدأت تظهر الفترة الاخيرة بسبب اللي بيحصل ضد نادي الزمالك بتطالب باني لا احنا زعلانين ده الاصوات اللي بتطالب بكده لا احنا زعلانين عاوزين نشيل اللفتة بتاعة سيادة الوزير اللي موجودة على مجمع الصلاة اللي في نادي الزمالك في ناس بتطالب وفي عدد من اعضاء الجامعيات العمامية وجمهور نادي الزمالك بيطالب بكده زعلانين 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 ان حضرتك بتروح بتحضر افتتاح جراش وما بديش تحضر افتتاح منشآت في نادي الزمال وبتحضر افتتاح جراش في لاهل زعلانين يا فاندم والله العظيم زعلانين وقبل غرد على الزعل ده على حسب الكلام اللي بيطلع اني الناس عايزة تشيل اليفطة يعني من على مجمع الصلاة وتحط اي اسم تاني اي حد تاني اي رمز بقى من رموز نادي الزمالك اللي بيحبوا الزمالك وبيغيروا على الزمالك وبيخدموا نادي الزمالك فشكرا على العدية بتاعت جمهور نادي الزمالك يا ستاة الوزير واحنا اصلا لو لنا ايمة وما حدش بايز عن مني من جمهور نادي الزمالك انا محدز زمالكوي اكتر مني ولكن احنا لو لنا ايمة عند صانع القرار ما يطلعش اصلا القرار ده قبل العيد يطلع بعد العيد انما ده احنا جايين في الساعات الاخيرة من الوقفة وقفة العيد وديب عشان احنا مناش قيمة وجمهور ملوش لازمة ولا جمهور لوازن وانا باعترف بكده والاعترف بالحق فضيلة طيب